اهلا ومرحبا بكم الى ابرز مستجدات الاحداث على قناة الحدث الافريقي اعلنت الامانة العامة لجامعة الدول العربية انه تقرر عقد الدورة الواحدة والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالمملكة المغربية يومي سادس وسبع فبراير المقبل وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الاعضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك تواصل تسليم الدعم لفائدة النساء المستفدات من برنامج جهات ناهدة في جهة الطنجة طوان الحسيمة حيث حطت قافلة البرنامج باقليمي شفشاون ووزان وتم اليوم الاثنين بالمقر عمالة اقليم وزان تسليم الشيكات على المستفدات من برنامج جهات ناهدة الذي يشكل موضوع اتفاقية بقيمة 12 مليون درهم بين مجلس جهة الطنجة طوان الحسيمة وولاية الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرى وأشرف عامل إقليم وزان مهد الشلبي بحضور السلطات المحلية وممثلين مجلس الجهة والمنتخبين المحليين ورؤساء المصالح الخارجية على توزيع شيكات الدعم على 35 مستفيدة في وضعيتها شاشة بإقليم وزان وسيساعد الدعم المقدم للنساء المستفيدات الملحدرات من أوساط اجتماعية هشة والحاملات لمشاريع صغيرة في إطار مقاولات فردية أو أنشطة مدرة للدخل أو مقاولات اجتماعية كالتعاونيات تحصد الدوحة يومي 28 و29 يناير الجاري فعاليات المؤتمر الدولي حول الترجمة وإشكالات المتاقفة في نسخته التاسعة والذي ينظمه منتدى العلاقات العربية والدولية بمشاركة أكاديميين ومترجمين يمثلون مجموعة من الدول وذكر مصدر رسمي أن المؤتمر الذي يعد ملتقى تقافيا وفكريا للمترجمين سيناقش في ست جلسات علمية عددا من المحاور من أهمها الترجمة العربية التركية الترجمة العربية من اللغات الكزاخية والفيتنامية والرومانية والسواحلية وبهذا إندونيسيا وإليها ترجمة المؤلف لأعماله إشكالات الترجمة الذاتية رواد الترجمة العربية في نصف القرن الأخير دراسات تقييمية وتقويمية حطم المتحف الوطني للحليب الوداية بالرباط الذي ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسنة افتتاحه يوم سابع يناير الجاري كل الأرقام من حيث الإقبال حيث النهزة عدد زواره أربعون ألف زائر في ظرف ثمانية أيام من افتتاحه وأوضح بلاغ للمؤسسة الوطنية للمتاحف اليوم الاثنين أنه بهذا الرقم القياسي يكون المتحف الوطني للحلي قد سجل دخولا قويا على الساحة المتحفية المغربية مؤكدا بذلك الرؤية الملكية التي ترم النهوض بالثقافة والفنون وتسلط الضوء على الثرات الوطني الثقافي بمختلف تنويعاته بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة شكرا على المتابعة وفي أمان الله شكرا على المتابعة وفي أمان الله